هذه الحلقة برعاية تطبيق كالو التطبيق يحسب السعرات الحرارية حسب طولك ووزنك وحركتك سواء كان هدفك هو إنقاص الوزن أو اكتساب العضلات أو الحفاظ على وزنك حتى السر كله في الخوارزميات الذكية اللي بتعمل حساباتها وتصمم لك خطة تقدر تمشي عليها وعلى فكرة التطبيق جدا سهل الاستخدام ومن مميزاته أن المينيو يتغير كل أسبوع عشان ما تزهق من نفس الأكلة أنك تقدر تعدل على الكالوريز اليومية بنفسك ولا هم أنك تقدر تسوي سكيب لأي يوم بدون ما تضيع على نفسك نقاط وأخيرا عندهم خدمة عملاء ممتازة هدفهم أنهم يردون عليك في أقل من دقيقة تطبيق كالو وجبات صحية للأشخاص المشغولين رابط التطبيق في وصف الحلقة مرحبا هذا ساندويتش ورقي لأن أحدا لا يأتي في موعده ولأن الانتظار يشبه الجلوس على صفيح ساخن أعاد عقارب ساعته اليدوية عشرين دقيقة إلى الوراء وهكذا خفف عن نفسه عذاب الانتظار ونسي الأمر لكنه ومنذ غش الوقت لم يصل إلى أي موعد هكذا وصف محمود درويش حالنا مع الوقت هكذا وصف كيف نخلق الوهم لأنفسنا وكيف نعيش هذا الوهم مصدقين عنه الحقيقة إن كان بطل قصيدة محمود درويش قد غرر به فهناك الملايين غيره ممن يغرر بهم يوميا منهم مؤلفة كتابنا لهذا اليوم لم نحبك أبدا لم نريد أن نراك حاولنا التخلص منك وها أنت أمامنا الآن رغما عنه تخيل تعرف أن هذا هو شعور أحد الأشخاص تجاهك تخيل أن هذه العبارات صدرت من أم وأب بمجرد أن علمها بأن مولودا جديدا سيضاف للعائلة تخيل أن الوالدين استاءوا وامتعضوا وصبوا اللعنات على المولودة الجديدة التي سيرزقون بها تخيل نفسك تسمع وتعرف وتخبر بأنك ضيف غير مرغوب به في هذه الحياة هذا خبر غير جيد أبدا كاد هذا الجنين الغير مرغوب فيه أن يكون في العدم لو نجحت محاولات الوالدين في التخلص منه لكن قدر الله أراد أن تولد طفلة أمريكية تصبح الأشهر في أمريكا كان هذا هو أول سطر في حياة أوبرا وينفري أوبرا وينفري نجحت النجاح لا نظير له في عالم الإعلام يمكن تكون هي أشهر إمرأة في العالم لكن السؤال كيف لطفلة مثلها أن تعيش حياة طبيعية وهي تعرف تمام المعرفة أن حن اثنين في حياتها كرهوها قبل ولادتها تخيل لو أن أوبرا الطفلة أو المراهقة والشابة ركنت لهذا الشعور وتذكرت وذكرت نفسها دائما بهذه القصة كل ما قصت عليها الحياة تخيل لو أوبرا صدقت أن وجودها في الدنيا غلطة بل عش نتخيل لأن الواقع يقول أن أوبرا عاندت قررت ونفذت خطتها هي وليست خطة أي شخص آخر أوبرا أرادت وفعلت ثم صاغت كل ما تعرفه حق المعرفة في كتاب سمته ب What I Know For Sure يا ترى ما المقصود بعنوان الكتاب ما هو معنى What I Know For Sure كنا أنا وأحد الصدقائي داخل مقهى ورغم أن في مقهى مغلق إندور إلا أن البرد يعرف طرق ملتوية لدخل لأكثر الأماكن تحسينا كنا في فصل الشتاء نمارس دقص فرق اليدين بحثا عن شرار الدفء الصمت وهو سمة الشتاء يغزو أركان المكان ولولا بعض الضوضاء من شاشة التلفزيون في ركن المقهى لسمعنا فحيح أنفاسنا المتسارع تحاول إدخال أكبر كمية أكسجين كوقود لتدفئة أجسادنا الباردة قررت أن يحرك الماء الآسن قررت أن يحرك شوية الجلسة بسؤال مفاجئ سألته يا صديقي العزيز ما هي حكمتك أو شعارك في الحياة كان سؤال مباغت بصراحة كنت انتظر صديقي يأخذ وقته كالعادة عشان يفكر في الجواب جاوب مباشرة وكأنه كان ينتظر مني هذا السؤال من فترة قال بلا تردد حكمتي هي مقولة سمعت أيام الجامعة حكمتي هي المشكلة ليست في برودة هذا العالم الآن المشكلة في يدي الباردتين أعجبتني رنة العبارة وأطربتني موسيقاها المشكلة ليست في برودة هذا العالم الآن بل في يدي الباردتين خليني أصارحكم صحيح أني انطربت من موسيقاها هذه العبارة لكن ما استوعبت معناها بدأت أفكر أكثر فيما قاله صديقي وبصراحة خجلت أسأله عن المقصود منها تظاهرت بني استوعبت الكلام فهزيت راسي يمين وشمال كتمت الحيرة وأخفيت كل ملامح التساؤل في وجهي وقضيت باقي الجلسة أحاول أن أضع تفسيرا معينا لهذا الكلام ما معنى المشكلة ليست في برودة هذا العالم الآن المشكلة في يدي الباردتين بعد فحص وتدقيق وجدت أنه معنى هذه العبارة هي أننا نعيش عالم نسبي نعتقد بأننا نعرف الحياة على حقيقتها نعتقد أن الجو بارد في الخارج بينما الحقيقة أن أيدينا هي الباردة مثلا أنا بالضايق فأعتقد بأن العالم مليء بالمضايقات بالعربي العالم ما هو إلا انعكاساتنا وإسقاطاتنا نفسية الحقيقة وما نشعر بأنه الحقيقة شيئان مختلفان بهذا المنطق يحق لنا أن نسأل ما هي الأشياء التي نعرفها حق المعرفة أن تعزيز المستمع وعزيزة المستمع ما الذي تعرفه حق المعرفة نحن نمشي في هذه الحياة وفي قلوبنا مشاعر متضاربة شوية زعل وشوية فرح يا ترى إيش اللي زعلنا وإيش اللي فرحنا هل أنا أعرف ما يسعدني وما يغضبني حقا؟ وهل ما يسعدني ويغضبني هي أشياء حقيقية أم هي تأثير مجتمعي؟ هل هي تربيتي أو ثقافتي؟ هل هي نفسيتي؟ هل السعادة والتعاسى من نسج عقولنا؟ هل هي حالة نفسية فقط؟ ليه نحس أحيانا بأننا ملوك الكون لا يستطيع أحد إغضابنا؟ لكن ليه أحيانا أخرى؟ كلمة واحدة فقط تخليك قابل للاشتعال قابل للغليان ليه تاخذ الأمور أحيانا بشخصنا؟ ليه أي مزحة أو كلمة تزعي لك وتعتبرها إهانة شخصية؟ طيب ليه نفس الكلمة إذا قال شخص آخر تتقبلها بصدر الرحب؟ من أعطاك الحق؟ أنك تتعامل بواسطات حتى في المزح ليه أحكامك مزاجية؟ أكيد عندك أصدقاء يا ترى هل الشخص اللي سميته صديقك هو صديقك فعلا؟ هل وصل لمرحلة السولميت توأم الروح؟ ولا هو مجرد شخص شاءت الأخدار أن يكون في طريقك وسميته اعتباطاً صديقي؟ الأسئلة من هذا النوع يا جماعة لن تنتعي لذلك خلينا نرجع ونسأل السؤال الأهم عزيزي المستمع عزيزة المستمع ما الذي تعرفه حق المعرفة؟ عام 1998 وأثناء مقابلة مع الناقد الفني الأمريكي الاسم جين سيسكل وأثناء كلامهما عن فيلم باغت جين أوبرا بسؤال قال لها ما الذي تعرفينه حق المعرفة؟ ابتسمت أوبرا بسامة عريضة جداً من باب الذوق لكن الابتسام اختفت بسرعة لما لاحظت ملامح سيسكل الجادة نظرت يمينه شمال تنتظر أحد انقذها لكن لا أحد هناك للإنقاذ لذلك أوبرا سألت ببراءة قصدك ما الذي أعرفه عن الفيلم؟ رد عليه سيسكل لا أنا أسألك ما الذي تعرفينه حق المعرفة عن الحياة؟ تقول أوبرا لأول مرة أحس بالخرس أوبرا لما توقفت يوم عن سؤال ضيوفها آلاف الأسئلة لم تستطع الإجابة على سؤال واحد مفاجئ ومن سنة 1998 وحتى هذا اليوم أوبرا تحاول الإجابة على هذا السؤال أوبرا وفي عامود بعنوان What I know for sure في مجلة أو ماجازين جاوبت على السؤال بالمناسبة أو ماجازين أو هنا اختصار لكلمة أوبرا نعم أوبرا هي صاحبة المجلة والتجربة خلونا نشوف كيف وصلت أوبرا للأشياء التي تعرفها حق المعرفة الله على أيام سمان كنا نضحك من قلبنا على كل شيء أيام كنا ما نعير العالم أي اهتمام ومع ذلك نظرات الإعجاب تلاحقنا كل يوم نظرات الإعجاب بالحيوية واللا مبالاة فقد كنا لا نعير الخوف أي اهتمام نزهر نمزح نضحك على أدفع الأسباب قلوبنا مليانة أمان لا نعرف مصدره لكن ش اللي حصل ما الذي حصل الآن لا أعلم تقول أوبرا أنا مستغربة جدا من عام 1996 وأنا أجني أموال أكثر معلش مو أجني بل أكدس ثروة فوق الأخرى صرت أمتلك صلاحيات أكبر مسؤوليات أعظم شهراء أكبر وأوسع كل شيء في حياتي تضاعف عددا وكم إلا شيء واحد سعادتي ويحق لي أن أسأل هل الثروة نقمة؟ جاوبت أوبرا بشكل مباشر لا ليست المشكلة في الثروة ليست المشكلة في الشهرة كل اللي حصل إني أصبحت مشغولة بالمحطة الأخيرة على حساب الرحلة طبعا أنتم عارفين رياضة تسلق الجبال الهايكينغ يقال أنها متعة لا تضاهيها أي متعة أخرى عندما نختار هذه الرياضة العظيمة ونبدأ في ممارستها نستمتع بكل تفاصيلها نحن ما نركز كثيرا على التشكي من مصاعبها لأن الصعوبات التي تواجهنا أثناء تسلق الجبال هي جزء من المتعة تخيل لو تعرف أنت شخص أراد أن يمارس هذه الهواية لكنه بدأ ينشغل بالتركيز على مصاعب تسلق الجبل أقل ما تقول عنه أنه رجل غاوي نكد وأن هذه الهواية ليست له أوبرا تقول أنا كنت مثل هذا الرجل غاوي نكد بمعنى أني كنت أمارس رياضة تسلق الجبال لكني أركز كثيرا على المصاعب والعقبات والزحلقات كنت أنسى أمتن على وجود جبل لأتسلقه بنفس الطريقة نحن منحنا الحياة فبدلا من أن نركز على الامتنان لوجود هذه الحياة نحن نركز على مشاكل هذه الحياة نحن نسينا أننا نمتلك حياة نسينا وطبعا مستحيل أن نمتن لشيء نسيناه لو أغمط عينيك الآن وتخيلت سؤال واحد ماذا لو لم أوجد أنا ماذا لو شاء الله أن لا أكون موجود على الأرض ماذا سيكون لو انحرمت من كلمة أنا لو كنت أنا غير موجود أبدا ألا تستحق هذه الأنا أن نمتن لمجرد وجودها أوبرا تقول من البديهيات أن ما أعرف حق المعرفة أن الامتنان لوجودي واجب هذا الامتنان هو غذاء اليومي الذي لا أشبع من تناوله كل يوم لذلك مارس هذا الامتنان وستذهلك عضلات السعادة التي ستزين روحك إنك تكون ممتن لوجودك في الحياة هذا الشيء صعب شوية أعترف خاصة في الأوقات الصعبة مثلا إذا درسي ألمني كيف أشعر بالامتنان؟ إذا كان عندي اختبار كيف تتوقع أني أركز في موضوع الامتنان؟ بصراحة قد أستطيع أن أمارس رياضة الامتنان في حالة الرخاء يعني لما أسترخي على الصوفة المكتنزة عندما أشعر بدفء والأمان وقتها قد أشعر بالامتنان وأمارسه بالعربي الامتنان حالة حالة تجلي ونشوة تأتينا ونحن في أروع أوقاتنا الامتنان هو تحصيل حاصل شعور يجي مع السعادة والراحة هنا أوبرة تدخل لتقول لا يجب أن لا يكون الامتنان هو رفيق دائم للحظات السعادة والراحة الامتنان أداة عملية الامتنان عادة يجب أن تستخدم بإرادة كاملة ووعي كامل أحوج ما نكون لهذه الأداء أداة الامتنان هي عندما لا نشعر بشكل جيد بعبارة ذهبية قالت أوبرة لا تمارس الامتنان لأنك سعيد بل يشعر بالسعادة لأنك تمارس الامتنان مرة ثانية لا تمارس الامتنان لأنك مبسوط بل مارس الامتنان عشان تصير مبسوط هذه القلبة في المعادلة للامتنان مفعول ساحر ممكن يحول لك حالتك 180 درجة لو مارسته بانتظام وبشكل صحيح تقول أوبرة أنا خذلت قلبي لحق اللي هنا تسأل وأقول هل فيه إنسان يجرأ أن يخيب قلبه كف أصلا ممكن يخيب قلوبنا قلبك شغال ليل نهارة تضحية وعمل وخلاص وتفاني وأنت من تم عبره قلبك يعمل بإخلاص في تزويد جسمك بالدم المشبع بالأكسجين قلبك اللي اشتغلك خدام طول حياتك ولقد اشتكى هذه المضخة اللي أخلصت في عطائها لك أنت بكل نكران جميل لم تفكر فيها يوما تقول أوبرة طوال 47 سنة وأنا أمتلك قلب يعمل 24 ساعة يعمل بلا كلل لكني لم ألاحظه لحظة واحدة أي جحود أنا أعيش فيه أي نكران أمارسه لو عندك موظف أنجزلك مهمة بسيطة وما أعطيته نظرة الإعجاب المؤيدة لتجبر بخاطره فهو سيهجرك للأبد أو راح يعاتبك على قل هنا أوبرة تقول قلبي صابر علي 47 سنة بينما أنا لم ألتفت له التفاتة واحدة لم أعطي نظرة إعجاب واحدة أو شكر لم أقول له شكرا مرة واحدة على قل الشيء الجيد هنا أن أوبرة عرفت غلطتها والأجود أنها قررت تصلح غلطتها قررت أنها تخصص عشر دقائق من كل ليلة تتأمل في جسدها قررت أنها تسامر أعضاء جسمها بكل حب تقول أوبرا بدأت أتغزل في رئتاي وأعد كليتاي بمكافأة جديدة قررت أن أعمل نظام ترقيات وحوافز لجسدي نظام ترقيات وحوافز للجسد قررت أني أخفف عن هذا الجسد المخلص كل الضغوط عشان يرتاح قلبي من ارتفاع ضغط الدم وانخفاضه اللي أهلكه قررت أني أريح كليتاي من حمولة المواد صعبة التفكيك قررت أني أكافئ كل فرق العمل داخل جسدي واللي وجدت تحت أمري وحتى من دون أن أطلبه قررت ألا أمارس العقوق بعد اليوم فإن كان هناك عقوق والدين فإن عقوق الجسد هو نكران جمال هذا الجسد اللي جاتنا من دون حول لنا ولا قوة تقول أوبرا بعد يوم مجهد أخذت شاور ونظرت لنفسي في المراية هذه المراية اللي غطى معظمها البخار نظرت لنفسي نظرة جديدة لأول مرة كان البخار اللي على المرأة كأنه فيلتر سنابشات لأول مرة أعجب بنفسي لأول مرة أنظر لنفسي نظرة غير نظرة غير النقد المتواصل لم أنتقد شفتايا الغليظتان أو جسم الممتلئ نظرة جديدة كليا لوجهي الخالي من المكاييش وشعري الذي لم تغمره هذه المرة أرطال الملطفات كانت عناية المعان وأنا أرى أنني أستحق أن أعامل نفسي بشكل أفضل هذه أنا هذا جسدي هذا ما منحته وسأحب ما منحت من كل قلبي قررت أن أحب هذا الوجه الذي ولدت به هذه الخطوط التي تحت عيناي والتي نمت معي من عمري الثانية صحيح أن هذه الخطوط بدأت تحفر أكثر وأكثر لكنها خطوط وجهي أنا وجهي أنا ولذلك سأحبها هذا الأنف العريض الذي اشتكى الأمرين من مشابك الغسيل كلوث سبينس مشابك الغسيل التي كنت أعلقها على أنفي وأنا في الثامنة من عمري عشان أحول إلى أنف أنحف وأكثر استقامة ببساطة هذا هو الأنف الذي ولدت به ولذلك سأحب هذا الأنف سأحب هاتان الشفتان الغليظتان التي حاولت كثيرا إخفاءهما كلما ابتسمت تقول أوبرا لن أبتسم بطريقة غريبة بعد الآن سأحب شفتائي ما أعرفه حق المعرفة لا حاجة لأن تقاوم جسدك إذا استطعت أن تحب هذا الجسد لن تقاومه بعد الآن لن أعيش تيها البحث عن ذات ليست ذاتي لن أعيش متمحورة حولك كيف يجب أن أكون وعيش لأن أكون تائها عن دور وشكل ومواصفات يحددها لأشخاص آخرون محمود درويش كتب كلمات جميلة تلامس معنى أن تكتشف ذاتك وكيف تكتشف أنك جزء من هذا العالم الوسيع الفسيح يقول الفرق بين النرجس وعباد الشمس هو الفرق بين وجهتين نظر الأول اللي هو النرجس ينظر إلى صورته في الماء ويقول لا أنا إلا أنا والثاني اللي هو عباد الشمس ينظر إلى الشمس ويقول ما أنا إلا ما أعبد وفي الليل يضيق الفارق ويتسع التأويل كلمات جميلة من محمود درويش النرجس وليمثرة الشخصية النرجسية ينظر لنفسه فقط يجد نفسه هو العالم هو محور الكون لا أنا لا معنى لكلمة أنا إلا أنا أما عباد الشمس فهو تابع لشخص آخر تابع للشمس فقط فهو أنكر الذات تماما والتسقى بالشمس فقط هذه المعضلة بين تقديس الذات ونكران الذات هذا هو التيه بعينه أوبرا تقول أنا لكياني وفي نفس الوقت أنا جزء من الكون سأبقى ممتنة لكياني وممتنة للكون لن أعيش تقديس الذات بنرجسية فأنسى الكون ولن أمحو ذاتي وأتبع غيري بعميانية هذه المعادلة العظيمة وصلت لها أوبرا لما سألت السؤال الأهم ماذا أعرف حق المعرفة تقول أوبرا عشان تصل لإجابة صحيحة لسؤال ماذا تعرف حق المعرفة عليك أن تراجع مسلماتك لازم تعيد تحليل بعض الأحداث والذكريات التي تبدو مهمة لا بد أنك تصل في مرحلة في حياتك إلى نقطة مراجعة القناعات خلينا أعطيكم مثال قبل فترة صورت في سناب شات صورة كتاب عندي صفحات الكتاب بالأصح وكنت كاتب عليه بعض الملاحظات بعض المتابعين وبكرم شديد كتبوا لي ملاحظات حلوة لكن أحلاها وأغربها كانت تالي خطك حلو طلعت منديل ومسحت النظارة بعناية فائقة عشان أقرأ بشكل صحيح قرأت الملاحظة مرة ثانية لكن كانت الحقيقة أنه فعلا شخص ما مدح خطي سألت نفسي هل الناس مجاملة لهذا الحد؟ خطي من صف الأول الابتدائي وهو ينعت بالخرابيش خرابيش أي كائن معدل إنسان سمعت هذه الملاحظة من كل الناس بدأت أسأل نفسي ليه الناس تجامل؟ للأسف هذه الملاحظة الأخيرة لا إراديا خرجت مني بصوت عالي فالتفت لي صديقي اللي هو كمان لابس نظرات قائلا سلامات مجاملة مين لمين بعد ما طرحت عليه الموضوع فاجأني هو الآخر بأنه يقول إنه خطي جميل هذا الثاني واحد يقول خطك جميل لا والله هذا الثالث والرابع والخامس لأنه الردود في سناب بدأت تتكلم عن جمال خطي كانت الفاجأة كبيرة بصراحة يا ترى كيف عشت ولا زلت إلى هذه اللحظة ما نمصدق كيف أنا ما نراضي أقبل آراء جميع من حولي بأن خطي جميل كيف كونت قناعة بأنه خط يدي هو مجموعة خرابيش ببساطة السبب لأنه معلومة أن خطي بشع أصبحت حقيقة راسخة يقين مغروس في أعماق أعماقي قناعة بأنه هي الحق المبين ومستحيل التفاوض في هذا الموضوع السبب أنه كما يقول دون ميجر في كتابه The Four Agreements الاتفاقيات الأربعة 90% من القناعات اللي نحملها في عقولنا أكاذيب هذا الكلام خطير في حق البشرية 90% أكاذيب كيف جاء بالنسبة؟ يا ترى هل في تيرمومتر يقيس نسبة الحقائق في عقولنا؟ هل المؤلف عمل إحصائية ميدانية وحسب عدد قناعاتنا واستخرج النسبة الأكاذيب اللي فيها؟ لا بد أن الرجل مبالغ لكن هذا هو الكلام اللي اتفق عليه مجموعة من الكتاب زي مؤلف كتاب The Art of Thinking Clearly وهو بأننا كائنات سهل خداعنا بسبب طريقة تفكيرنا الخاطئة أو قناعاتنا الخاطئة هذا الكلام هو نفس الكلام اللي يقوله أكر تولي في كتاب قوة الآن واللي يقول بأننا ضحايا ملفات قديمة خزناها وأمرنا بأن نخزنا في عقولنا طوال حياتنا يا ترى زي إيش الأكاذيب التي حشية بها عقلنا واحدة من أهم هذه الأكاذيب هي اللي قالتها أوبرا وينفري إنه كلما كبرت في السن كلما ازدادت حياتك سوءا وهيئتك بشعة أنا شخصيا جاتني رسالة على الخاص تطلب مني أن نخوض غمار هذا الموضوع أن نتحدث عن موضوع الخوف من كبرى السن خاصة عند النساء وأنا هنا أعترض المشكلة موجودة عند الرجال الخوف من كبرى السن موجودة عند كل إنسان يمكن عند النساء التعبير عنها يكون أوضح وزاوية النظر لها أوسع نحن نعيش عصر مهوس بالشباب نعيش عصر ثقافة السائدة تقول لنا بشكل مباشر أو مبطن إذا لم تكن صغير السن إذا لم تكن جذاب فأنت لا تعني للحياة شيئا هذه حقيقة واضحة في الإعلام ولهذا نضطر أحيانا مجبرين على الحق بما بقي لنا من شباب وإذا فات علينا الوقت وكبرنا نحاول أن نعيد الشباب بتصرفات معينة هنا أوبرا تقول بصوت عالي أنا أعترض أنا أعترض وأرفض أن أنجرف في هذه الثقافة أشعر بالأسى والأسف والشافقة على كل شخص لا يعيش يومه وسنه وحياته هو أحزن على الطفلة اللي دخلت مجال الفن من طفولتها وحاوطتها الكاميرات وجعلتها تعيش مسؤولية أكبر من سنها في نفس الوقت أنا أحزن على السبعينية التي تفعل المستحيل كي تعيش سن غير سنها لكل عمر مميزاته وخصائصه أنا ضد الأسطورة التي تحاول إقناعي بأن أكون شخصا كنت إياه من زمن بعيد أنا تعلمت أن أكون ممتنة لكل مراحل حياتي تقول أوبرا في كل مرة أفتح فيها الستائر وأنظر للخارج أيا كان الجو ممطر ضباب مشمس يعتصر قلب امتنانا وشكرا وفرحا بأن يعيش يوم جديدا إن كان ولا بد أن نعيش المغالطة الفكرية الأشهر عند البشر وهي مغالطة الانحياز التأكيدي confirmation bias هذه المغالطة اللي معناها أنك تحمل في قلبك وعقلك فرضية معينة ثم تحاول جمع الأدلة لإثباتها لو كنت مصر أن تعيش هذه المغالطة فابدأ يومك بفرضية إيجابية وسيجتمع الكون كله ليثبت لك صحة هذه الفرضية سيصر عقلك وقلبك للبحث عن أدلة عن صحة هذه الفرضية مثلا لو تدخل الكوفي وفي نيتك البحث عن جو ممتع عيناك لا إراديا حتلتقط كل شي ممتع ليه؟ لأنك حطيت فرضية إيجابية أعضاءك والكون سيتآمروا ليثبتوها والعكس صحيح لو افترت قبل دخولك المطعم بأنك ستجد ما يفسد عليك يومك صدقني ستتجهز حليمة تذوق في فمك ويستعد جلدك ومزاجك للبحث عن عناصر الإفساد انتبه لفرضياتك المسبقة تقول أوبرا معرفة حق المعرفة هو أن أنتقل من التفكير في الحياة كإرث مكدس أن أبتعد عن ملفات التعاسى المكدسة طوال السنين أن أنتقل بطيب خاطر إلى التركيز على الحياة كل يوم بيومه أن أبدأ يومي بفرضية إيجابية أن أعيش بامتنان كل يوم امتنان لأني هنا والآن هذا هو معرفة حق المعرفة تقول أوبرا ما أعرف حق المعرفة أن الإنسان في بحث متواصل عن معنى لحياته تقول أوبرا كلمة question تعجبني جدا لكن يعجبني فيها أكثر أول خمسة حروف quest أي البحث المستمر البحث عن إيه؟ الله أعلم المهم أن تبحث عن ماذا تحب وماذا تكره ما الواجب وما المحظور ابحث عن فلسفتك الخاصة في الحياة هذا شيء متعب صراحة بالمقلق سارتر الفيلسوف الوجودي المشهور شرح هذا القلق اللي يراودنا ونحن نبحث عن معنى الحياة هذا القلق اللي يكتنفنا ونحن نبحث عن الحرية وعن فلسفتنا تجاه الحرية يقول سارتر كلنا نقول ما أحلى أن تعيش حرا بينما هذه الحرية لها ضريبة زي الطفل اللي يبغى شيء منك لكنه ما يقول لك ما هو هذا الشيء تحاول أنت أن تساعده وتسأله أنت جعان؟ يقول لك لا طفشان؟ لا تبغى حلويات؟ أيضا الإجابة لا تفضل تسأله سؤال وراء الآخر وهو يجاوب بلا لا لا انتهي صبرك وتقول له كيفك؟ انت حر سوي لي تبغاه وفكنيه في هذه اللحظة ستتعالى صرخات الألم والاحتجاج عند الطفل اللي أبكى هذا الطفل إنك أعطيته حرية الاختيار إنك أخبرت بأنه مسؤول عن قراره معظم الناس بهذا الشكل معظم الناس تخاف أن تبحث عن معنى لحياتها تخاف أن تبحث عن إجابات عن ماذا تريد هذا الشيء اللي يجعلنا فيه قلق تائم أنا شخصيا عشت حياتي ولا زلت نسبيا أعيش حياتي أبحث عن ذاتي وأطلب المساعدة من الآخرين إيش ممكن أتخصص؟ ما هو مشروع حياتي؟ كيف أوصل لأهدافي؟ لكني لا أجد إجابات شافية لا أجد إلا إجابات فصلها أصحابها بالمقاس على مقاسهم على مزاجهم على تجاربهم اضطريت في فترة من حياتي أن أمشي على خط رسمه غيري وهذا ما هو عب ولا حرام بل هي مرحلة مهمة مرحلة التقليد والسير على خطى الغير لكن عزيز المستمع عزيزة المستمع ستأتيك لحظة تنتقل فيها من مرحلة التقليد إلى مرحلة جديدة مهمة هذه المرحلة لها خمسة أحرف فقط Q-U-E-S-T كويست رحلة البحث الحقيقي والغير معتمد على الغير عن معنى للحياة خليني أفصل شوية بمثال بسيط جدا لا أخفيكم سرا أني كنت فترة من الفترات أبحث عن راحة البال أبحث عنها في كل مكان واحدة من التوصيات اللي وصلتني من أحد المقربين أن الراحة تأتيك بعد سيل من المجازفات بدون مجازفة لن تعرف معنى الأمان والاطمانان كانت فلسفته تقول أنه يجب أن تعرف القيمة بضدها ستعرف السكون عن طريق الحركة لذلك كان يطلب مني دائما أن أرفع ضخ هرمون الأدرينالين عشان تستمتع بانخفاضه لاحقا كلام معقول واحدة من هذه الأماكن اللي فيها مجازفات وتغيير في الأدرينالين كانت أفلام الأكشن ولأني عشت في ذروة أيام أفلام الأكشن وجدت في هذه المغامرة شيء أعجبني هذه الأفلام كان كل سمتها هي شد الانتباه أصوات انفجارات مطاردات إطلاق رصاص صرير عجلات السيارات هذا الصرير لا زال يصرصر في إذني اليوم ومناظر الدخان والشرار في كل مكان لا زالت تغطي عيناي إفلام الأكشن قمة في الإثارة في نفس الوقت هي قمة في الإزعاج ضوضاء مستمرة لدرجة تجعلك متوتر بعض الشيء لكن الأمريكان ما هم سهلين الأمريكان فهموا أن الضجة المتواصلة قد تجعل الزبون اللي هو أنا المشاهد يهرب من الفيلم لذلك بعد كل مطاردة شرسة في الأفلام بعد كل عشرة دقائق من الإزعاج الشديد وترس أدمغتنا بالتوضاء البصرية والسمعية يأتي هدوء رهيب نعم إلى أفلام الأمريكية هذه سمتها خاصة أفلام الأكشن أحداث متواصلة وإزعاج ثم هدوء لفترة بسيطة تجد نفسك مبتسم غصب عنك لأنك فرح بهذا الهدوء هل تتذكر هذا الهدوء اللي يتلو مشاهد الأكشن القوية؟ تتذكر لما البطل في آخر الفيلم ينظر نظرة وداع لمنطقة مدمرة بعد أن نجى بعجوبة من انفجار؟ هذا الهدوء والسكون هي لحظات ستيلنس السكون تخيل معايا أني أنا وأنت وأنت حرمين نفسنا من الستيلنس في حياتنا حياتنا مليانة ضوطاء تخيل أنك من تراضي تفعل الستيلنس رغم موجوده في جيبك ورهن إشارتك ورغم أنه هذه المتعة متعة الستيلنس أو السكون هي من المتعة اللي ما تستلزم منك لأبطاقة صراف ولا إعدادات أو تجهيزات ما تتطلب منك تصريح من وزارة التجارة ولا هي عيب أو حرام تصريح الوحيد اللي تحتاجه هو أمر من عقلك أن تتوجه لخوض غمار عالم السكون أوبرة تقول لقد وجدت ضالتي في الستيلنس كانت واحدة من قراراتي للسنة الجديدة أن أتسلق جبال هاواي أنا أعرف أنه هاواي عبارة عن جزر متناثرة في المحيط وأنها منطقة مسطحة لا جبال فيها ولا تلال ولا حتى مطبات شوارع اضطريت بسبب هذا الخلط اللي عملته أوبرا في عقلي أني أبحث في جوجل عن هاواي وجبالها المزعومة أول ما طلعت لي صور لكلمة بحثي شهقت بكيت على ما أسمتها أوبرا بجبال الصور طلعت لي عبارة عن مرتفعات مدهونة بلون أخضر مشبع بالحيوية والحياة الضباب كان يغطي قمم الجبال كان منظر ساحر بدأت أحسد أوبرا على رياضتها اللي عمري ما فكرت فيه ومارستها لكن أوبرا كانت أنصح مني وكان اختيارها اختيارها عقلاني جدا أوبرا بصراحة اكتشفت نظرية أفلام الأكشن المليئة ضجة اكتشفت أنه فيلم حياتها كان مليئ ضجة قررت بعدها أن تعمل لحظات هدوء واستكنان قررت أنها تسعد جبل في هواي وتستمع إلى اللاشئ nothingness قررت أوبرا أنها تصعد أعلى جبل تعانق الضباب وأن تشاهد سمفونية الحياة من فوق الطيور في أسرابها المياه تتحرك بالأسفل بلا ملل أو كلل قررت أوبرا أن تغمض عينيها في قمة هرم الحياة وتندمج مع أوركسترال أرض ليه؟ لأنها جزء من الأرض وهذا هو مكانها الطبيعي تقول أوبرا وأنا هنا اقتبس من الكتاب ملأت رئاتيني بالأكسجين أغمط عيني ثم أطرقت أذناي للصوت صوت السكون حاولت أن أكتم أنفاسي لأن حتى الأنفاس ستصدر إزعاج في هذا الستيديو الهادئ تماما وفي لحظات بسيطة لم تكن هناك حركة أي حركة لا رياح لا نسيم فقط هدوء كان صوت لا شيء وكل شيء صوت الحياة لم أسمع صوت الحياة من قبل في أعلى الجبل سمعت صوت الحياة بل كنت جزء من هذه الحياة كان هذا بحق هو أجمل شعور أشعر به طوال حياتي إنها الجنة على الأرض ما أعرفه حق المعرفة أننا وخلال السنين نكدس طبقات على أرواحنا هموم مشاكل أفراح وأحزان أن حياتنا مليئة بالضجة نحتاج أن نقشر هذه الطبقات نحتاج أن نعود للروح وتغذيتها بأحلى مقطوعة ممكن أن تسمعها ألا وهي السكون ستيلنس حالة السكون هذه ما تتطلب منك تذكر إلى هاواي ولا جاكوزي ولا أريكا كاستوم ميد أي مصممة خصيصا لك هي تحتاج فقط أن تعود لنفسك تحتاج أنك تقشر نفسك بلا صح أفرا تقول لا يهم هل ولدت عن رغبة عند والديك أو أتيت كصدفة غير مرغوبة لا يهم ما مرتبه من أحزان وآلام كلنا نحمل في حقيبة ذكرياتنا أرتال من الهموم والجراح هذه الجراح والهموم اللي لو كتبتها على شكل شعر لملأت دواوينك الشارع المتنبي في بغداد وحي الأسبكية في مصر لو كتبتها كشعر لهجر كاظم أشعار نزار قباني واتجه لك ولا تلصص أمر القيس على إنتاجك عشان يقتبس بعض البكائيات على الأطلال كلنا نحمل هذه الآلام لكن ليس كلنا يتعامل بنفس الطريقة مع ذكرياته بينما الجميع جميع من تعرف عنده ذكريات غير جيدة بعضنا يعرف كيف يحول هذه الذكريات لشيء أشبه بالكيس ستادي مادة الدراسة مادة تتعلم منها من أجمل الأشياء التي قرأتها في كتاب أوبرا كلامة عن الكيس ستادي كيف تحول الذكريات إلى مقال تشبعه دراسة تحلل وتستفيد منه ثم تعيد هذا الملف وتغلقه للأبد يا أخي اعتبر الحياة مدرسة اعتبر أن تجربتك حالة حالة دراسة اعتبر أن التفكير المؤقت في هذه التجربة هو طريقة بحث وتحليل وأن الذكريات هي مادة تستخرج منها دروس حول تجاربك إن كان كثير منها سلبي إلى دروس لها معنى وقيمة أوبرا تقول ما أعرفه حق المعرفة أن خلف كل تجربة مادية عشناها يوجد درس ما وراء مادي ما تعرفه أوبرا حق المعرفة أن تجعل من حياتك ذات معنى قد تعتقد أنت عزيز المستمع أو أنت عزيزتي المستمعة إن تجاربكم معظمها فاشل قد تشك في لحظة في جدوى هذه التجارب قد تقول أنها لم تحقق مبتغاها لذلك تذكر أسطورة صينية تقول هذه الأسطورة أنه جمع كبير من الناس وجدوا خريطة كنز اتجهوا للمكان بحثا عن الكنز حفروا في كل مكان في تلك المنطقة وكاد أن يذهب جهدهم بلا فائدة إلى أن وجدوا صندوق لكن بداخل الصندوق رسالة واحدة تقول شكرا لقد كانت هذه الأرض تحتاج إلى حرث وتقليب تربة من أجل أن تصبح جاهزة للزراعة حفرك وحرثك وتنقيبك اللي قاعد يأخذ شكل تجارب في الحياة بعضها فاشل وبعضها ناجح رح يجعل منك وعقلك وروحك مكان خصب للزراعة سيأتيك ثمار هذه الزراعة في يوم ما فاطمئن تقول أوبرا ما أعرفه حق المعرفة أني ولدت في الزمان والمكان المناسب السوشال ميديا يا جماعة يعج بالصراعات زمن الطيبين وزمن الآيباد كل فريق يتهم الآخر أن جيله أحلى وأفضل وأكثر مسؤولية وذكاء وجلد في الحياة أنا هنا أقول لكل جيل صعوبات وتسهيلات لكل جيل ميزات وعيوب لكن أهم شيء أنه كل واحد فينا ولد في الوقت المناسب أتذكر أغنية إنجليزية مشهورة اسمها Born in the right time ولد في الوقت المناسب للمغني الأمريكي بول سيمون كلمات ولد في الوقت المناسب لطيفة جدا تقول بين كتل العشب وجد طفل نائم صافي العينين بشعر بني ونائم لم يكن وحيدا لم يكذب عليه أحد لم يرتجف من الخوف ولم ينكره أهل البلد حينها كان العالم يهمس بصوت جاذب ولد الطفل في الوقت المناسب الأغنية وبحسب بعض المحلين تقتبس قصة طفولة موسى عليه السلام حيث أرسلته أمه في البحر خوفا من الفرعون الطاغية لكن القصة بشكل خاص ترمز في النهاية أن كل إنسان يولد في وقته المناسب أنه سيتم العناية بهذا الطفل بتدخل إنساني أو غير إنساني الدليل أن الأغنية تقول الكون كله يهمس للطفل لقد ولدت في الوقت المناسب أوبرا تقول كان عندها إحساس أن الأغنية هذه فصلت تفصيلا على مقاسها إن هذه الأغنية كتبت لها ونظمت لترسم قصة حياتها لكن هل أوبرا عاشت طفولة جميلة هل وجدت فرصتها كما تقول الأغنية هل اهتم بها العالم تقول ولدت في ولاية الميسيسيبي عام 1954 هذا الوقت كان أفضل المكان وأحسن زمان يستطيع الرجل الأبيض اتهام الرجل الأسود بأي تهمة ورميه بأي سخرية دون التعرض لأي مسائلة قانونية أوبرا ولدت في عزة العنصرية ضد السود هذا الزمان والمكان اللي كان الحصول على وظيفة جيدة يعني أن تعمل خادما لعائلة بيضاء نعم هذا اللي كان حاصل في أمريكا هذه الحقبة من الزمن كانت العنصرية شديدة جدا لدرجة أنك ممكن تقرأ ملايين الأسطر والوصفة الحال من أجمل هذه الأسطر اللي ممكن تقراها هو كتاب عجيب غريب كتاب نثري أدبي تاريخي عن رياضة الملاكمة هذا الكتاب مجموعة شابترات مجموعة فصول كل فصل يصور لك قصة ملاكم أو ملاكمة أو أي حدث يتعلق بالملاكمة كل قصة تعكس لك حال الرياضة والمجتمع في حقب مختلفة من التاريخ الأمريكي قصص تعكس لك كيف كانت تعامل الأمريكي الأبيض مع باقي الأجناس كيف اشترى المال كرامة الإنسان ممصدقني؟ هي اسمع معايا قصة The Battle Royal قصة موجودة في هذا الكتاب لناقشت عنصرية أمريكا في ذلك الوقت بالمناسبة الكتاب اسمه The Greatest Boxing Stories Ever Told للروائي رالف أليسن وبعدها نرجع لأوبرا وينفري وكلامه عن ولادتها في الزمن المناسب يقول مؤلف هذا الفصل وأنا هنا أقتبس من كلامه الجميع امتدحني لدرجة أني دعيت لإلقاء كلمة في حفل مجموعة من أغنياء مدينتنا البيض دعوة كهذه وإلقائي لكلمة أمامهم كانت كفيلة بأن أكون فخر مجتمعي الأسود سأرفع رؤوسهم للسماء سأزهو بهذا النصر طوال حياتي كان مكان الكلمة عبارة عن صالة كبيرة تقود لفندق ضخم عندما وصلت هناك اكتشفت أن صاحب الدعوة من عشاق الملاكمة وأن علي أن أشارك قبل الكلمة في نزال ملاكمة ضد مجموعة من الملاكمين السود لم أكترث كثيرا لهذا الشرط فهي فرصة بالنسبة لي ولذلك قابلت طبعا قابلت كان الحفل يضم نخبة من كبار المجتمع الأبيض كلهم يتترسون خلف بدلة توكسيدو ينهشون على مائدة البوفي كلما لذ وطاب يشربون الويسكي ويدخنون السجارة الأسود كانت هذه الصالة كبيرة سقفة عالي والكراسي أحاطت بحلبة ملاكمة صغيرة من ثلاث جهات رهبة المكان والظروف جعلتني أفكر قليلا في ماذا سيحدث لكرامتي أمام هذا الحضور بعد النزال فكرت في منظري وأنا ألقي كلمة بعد أن يشاهدني الحضور الكريم وأنا أؤدي فقرة ترفيه ولكن فيها أصدقائي كانوا تسعة ملاكمين وأنا العاشر كيف عرفت عددهم؟ لقد عددتهم ونحن في أسانسير الخدامين ونحن ننتقل لمكان الحلبة بلا صح اقتادونا لخارج الأسانسير تجاه غرفة مواجهة للصالة المنشودة صالة النزال طلبوا منا ارتداء القفازات هذه القفازات وفرت لنا بكل كرم ما أقلقنا حقا هي الأصوات التي بدأت تتعالى من الصالة الصالة اللي فيها حلبة الملاكمة كانت رائحة السجارة تنبعث بشراسة والضحكات الوحشية تتعالى يبدو أن الويسكي أخذ مفعولة كنت أرى الصالة معبأ بالدخان بالكاد أرى بعض الشخصيات الموجودة أرى مدراء بنوك، محامين، قضاء، دكاترة، مدرسين وتجار بالكاد صدقت أن من بينهم أحد الوعاظ الكنسيين تم صفنا بجانب بعض كأننا في علبة سردين الجزء العلوي من أجسادنا مكشوف ويلمع نتيجة للتعرق المفرط ثم بدأ العرض المخيف بصرخة من منادي من داخل الصالة يقول أحضروا العبيد، أحضروهم الآن دخلنا إلى الصالة صالة الحدث الرئيسي، صالة الملاكمة والتي سألقي بعدها كلمة الوقورة بمجرد دخلت الصالة بدأت أستوعب حجم الكارثة كارثة كت أبلل بسببها ملابسي من الذعر بحر من الوجه الغاضبة لسبب ما موجات متلاطمة من النظرات الكارهة توزع علينا بالتساوي رائحة التبغ والويسكي تزداد عبقا في لحظة ما فكرت في الهرب لكن قطع السردين الأخرى التي ترتدي قفازات الملاكمة تلتصق بي من الخلف فلا مجال لي أن أهرب حين بدأت تستك أسناني ببعضها صانعة إزعاجا أخاف أن يستفز الحضور هذا الحضور الذي بدأ يصمت شيئا فشيئا عندما صعدت فتاة شقراء شبه عارية فوق الحلبة لتعلن عن الجولة ورغم كل هذه الظروف أنا كنت أشجع الحضور نعم كنت أنا الوحيد من بين الملاكمين الذي استطاع أن يرفع رأسه ويصور كل لقطات هذا المشهد بعينيه بقية الملاكمين كانوا متأطئين رؤوسهم في بؤس ويأس ثم تم إعلان النزال وأمرنا أمرا بأن نصعد للحلبة لكن هذا الشيء سيتم بعد أن يضاف قليل من البهارات على مائدة الترفيه فقد صدر الأمر بأن تغطى أعيننا بقطعة قماش لنلاكم بعضنا البعض بشكل عمياني من الواضح أنها ستكون سهرة رائعة شد أحدهم قطعة القماش على عيني بحزم شديد وإخلاص حتى كادت أن تعجن مع جلدي حاولت بقفازاتي أن أحرك قطعة القماش قليلا لكني عدلت عن ذلك بعد صرخة من أحد الحضور قائلا إياك أن تفعل ذلك يا بني هذه كانت نهاية الاقتباس اشاهد في الموضوع هذا كان واقع أمريكا في القرن الماضي طفولة أوبرا لحقت شيء من هذا الواقع رغم هذه الطفولة الغريبة تقول أوبرا وينفري أنها تعتقد أن أغنية ولدت في الوقت المناسب هي أغنية تناسبها تماما ما في داعي تستغربه لأن كل ما تريد أوبرا أن تقول هو من رحم المعاناة تولد أدوارك في الحياة ما تعرف أوبرا حق المعرفة أن سكين المعاناة تسقلك أكثر من أن تقطعك لا تقلق إن عشت معاناة ما لا تقلق لأنك مختلف لا تقلق لأنك تمثل أقلية سواء في عرقك، دينك، تفكيرك أو تخصصك هؤلاء المختلفين الذين يحسون بالغربة في وسط أوطانهم كانوا يبدلون جهدا أكبر لإثبات أنفسهم ليه؟ لأنهم مختلفين فهم كانوا يعملون بقوة مضاعفة عشان يتجنبوا الخطأ ويتقنوا ما يؤدونه عزيز المستمع، عزيزة المستمع تقول أوبرا في السنوات الأولى من حياتي بدأت أرى وأشاهد وأعاصر تغييرات كثيرة في مجتمعنا أيامها بدأت حركات الاعتراف بالسود صدرت أول وثيقة تحفظ حق التعليم للأطفال السود هذه المعاناة التي كان مجتمعي يعيشها بدأت في التغير ومن رحم المعاناة فهمنا حقنا الطبيعي في الحياة بشكل طبيعي بدأت شخصيتي في أخذ شكلها الحقيقي لو لم أولد في رحم هذه المعاناة لكنت لن ألاحظ هذه التغيرات لما فهمت أن الحرية والحقوق ليست شيئا مكتسبا من الولادة بل تحتاج إلى نضال للحصول عليها ما أعرفه حق المعرفة أن المعاناة مدرسة تعلمنا البحث عن الطريقة التي نستحق أن نعامل بها أن الحياة كوست بحث متواصل عن حياة أفضل لها معنى أقوى هذا ما سطرته أوبرا عن كل ما تعرفه حق المعرفة طرح تساؤلات مثل هذه التساؤلات قد يكون الأهم في حياتك هذه الأسئلة الفلسفية العميقة بالمناسبة كلمة فلسفة معناها الحقيقي حب الحكمة وهذا التعريف ينسب لسقراط الذي جاءه الشخص ما وقال له أنت حكيم فقال لا أنا فقط محب للحكمة سقراط هذا الرجل المتواضع والذي ينسب له أيضا قصة حيث قيل أن سقراط أعظم من بحث قضايا الحياة في الدنيا لكن من تواضعه رفض هذه العبارة وقال إذا كنت أعرف شيء واحد فأنا أعرف أنني لا أعرف شيئا البحث المتواصل أسئلة عميقة فلسفية مثل هذا السؤال ما الذي أعرفه حق المعرفة ستجعل الرؤية أكثر وضوحا أمامك ستجعلك لا تقع في الحراج الذي وقعت فيه أوبرا عندما سئلت لأول مرة هذا السؤال ومن أجله ألفت كتاب بعنوان What I know for sure وأخيرا في حفظ الله كنتم مع ساندويتش ورقي وجبة معرفية نتشارك لذتها شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة